السلام عليكم وتابعيني كيفكم إن شاء الله كلكم بخير الله يسعد صباحكم ويسعد مساكم إن شاء الله بأي وقت بتشوفوني رجعت لكم جديد في فيديو جديد إن شاء الله يبيني على إعجابكم بهذا الفيديو شربنا أهوتنا الصباح وتوكلنا على الله وخرجنا هيكا كان الجو كتير حلو مش نس حكينا أخليا نستغل الوقت بما أنه مش على طول الشمس موجودة حتى بالصيف يعني بيكون فيه أمطار فهذا اليوم كان كتير حلو فحبينا نستغل هذا الوقت ونطلع لأولاد شوي مشوار هيك هذا باتفيد بارك هذا البارك كتير كبير وكتير حلو الناس كلها بتروح لهناك لأن المكان الواسع وكبير والعائلات هناك بتجتمع الأصحاب بتشوفوا هناك أناس أشكال وألوان الفنانين بيروهوا على هداك المكان بحبوا هيك يستمتعوا بالمناظر الطبيعية يعني يرسموا فالجو كان كتير حلو كتير رائع كان فيه ناس عم تركض فيه كانت ناس عم تمشي فيه ناس كانت على السكوترات بتمارس يعني رياضتها المفضلة ناس عم تلعب كرة أطفال بيلعبوا ناس يعني كتير كتير وناس هيك تستمتع بمنظر البحيرة والبط والطيور الموجودة هناك فكان المنظر كتير حلو كتير رائع طبعا أنا صورت لكم بعض اللقطات ما صورت لكم مش كتير بس حاجات هيك بسيطة عن بعض الحاجات هيك شوي هيك استوقفتني في هذا البارك فحبيت شاركها معكم طبعا كانت هناك البحيرة كتير حلو منظر البحيرة كتير حلو بس ما صورت لكم يا فيديو لأنه أنا عندي لايف بتلاقوا بالقناة عندي إذا حبيتوا تشوفوا البحيرة بيفتحوا على لايف وبتشاهدوا البحيرة هون وصلنا على البارك وصلنا على البارك وكتل ما إنتوا شايفين الجو كتير حلو والصم صاف هي شوفوا الخضار والربيع يعني الأجواء كانت جميلة جدا هون دخلنا على البارك طبعا هون في هيك حاجات إنه الشجر الطبيعة المكان كان كتير حلو وكتير هادي وكتير واسع حتى إنه هناك كمان الناس بيجي بكلابها بيحبوا هيك يمشوهم كمان بالحديقة شوفت هاي اللي هون المنحوطة على الشجرة فكتير عجبتني حبيت صور لكم ياها فما برفا هي بترمز كأنا للهنود الحمر أو إشي هيك كان موقد نار هاد إذا إنتوا هيك تتمعنوا بالنظر هذا كتير قديم منقوش عليه بطريقة كتير حلوة فبظن إنه برمز للهنود الحمر أيام زمان في هون كمان الشجرة كانت على شكل وجه إنسان كانت كتير حلوة كمان شوفها الزوجي وشوفتها أنا فهناك مجموعة يعني مثل هيك بس أنا صورت لكم إلي بالمقدمة لأنه كان هنا مسيج وممنوع ندخلنا جوا شوفوا هاي الشجرة ما أجملها يعني لها أنف وفم وعيون إذا أنتم ملاحظين فكانت كتير حلوة هون لوحة تعريفية بالبارك بحكي هون إنه الناس هون بتيجي للرقيد للمشي بحبوا الناس هون يمرسوا للقراءة الرسم يعني الناس هون بتشوف الطبيعة والطيور الجميلة مثل ما إنتوا شفتين صورت بعض اللقطات لبعض الطيور اللي هناك البط والوز بس مجرد صور يعني مقاطع بسيطة صورت لحتى إنه الفيديو يعني كان قصير يعني رح أعمله عشر دقائق يعني ما بدي طول عليكم يمكن أقل فحبيتك صور حاجات سريعة بسيطة لحتى ما تملوا كتير هون منظر البحيرة من بعيد الجو كان كتير حلو صوت العصفير كمان كتير حلو رح أترككم تستمتعوا شوي إن شاء الله يرى بأنه الفيديو ينال على إعجابكم بعد ما تنتهون المشاهدة لا تنسوني من لايك والاشتراك تبعي لزر الجرس إذا ما كنتم اشتركين بالقناة شكراً لكم شكراً لمتابعتكم إلي وشكراً لدعمكم هاي الطيور أنا كتير بحب الطيور وبحب صوت الطيور منظر البحيرة كان كتير رائع كتير جميلة بس شوية غلبنا لأنه كانت الحفة هيك يعني كل الأطفال يجتموا عندي الحفة حتى يشوفوا الطيور فكنت كتير خايفة على الأولاد لهيك ما صورت كتير هون كان بيعوا الايس كريم شترك للاولاد مهون كمان الايس كريم كانت طيبة أطيب نجاهز أنا بحب هاي الأشياء هون كما أنتم شايفين هون فيه ناس عم بتلعب بتلعب كرة بتلعب القولف بمارسوا هواياتهم المفضلة هون فيهن كان فيه كنيسة كمان قديمة هاي كنيسة قديمة كتير كتير تشوفوا الطبيعة الجميلة يعني لاحظ بحبي هيك يفضي عن نفسه بروحي على هيك مكان يتمشع يغير جو يتأمل الطبيعة يسمع هيك أصوات الطيور الحلوة الموجودة بتفرج على الأطفال اللي عم يلعبوا فكان مشوار كتير حلوة ممتع الجو جميل رائع هذي الأيام نحن للأسف هذا الصيف ما استمتعنا بالصيف المليح لأنه ما أجى مثل السنة اللي فاتت كان فيه مطر كتير وبرد كمان حتى بعض الصيف كان فيه برد هون أتوقع كنيسة تاريخية قديمة جدا 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 فهيكا يعني لما تشوفوها تتفرجوا عليها يعني كيفية البناء كان من زمان طريقة البناء للكنائس والبيوت عندهم بتحسوا أنه فيها فن فنه إبداع في البناء بتحسوا أنه جمال الشيء القديم كمان كمان هون كتير حلو هون كمان عجبون الشجرات مقصصين كمان بطريقة حلوة مرميين هايك سبحانه الخالق يعني اللي خلقه اللي إنسان ما يحافظ على الطبيعة ببلده ببيته بمكانه ببيته بكل مكان شوفوا كيف كمية الرحل نفسية لما تروحوا أنتوا هيك مكان وتستمتعوا فيه مع أطفالكم مع عائلاتكم فكتير حلو الواحد إنه يحافظ على الطبيعة شوفوا المنظر هون ما أجمله ومنظر الشمس كيف خارجه يعني كأنها لوحة مرسومة سبحان الله طبعا هاي هاي الكنيسة قديمة جدا 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 تاريخية يعني بيحتبروها من الكنقس الأثارية طبعا بخاف أقرب عليها هيك بدحس المنظر شوي هيك مخيف بس هي كتير حلوة يعني حبي تصور لكم ياها من بعيد عجبني بس منظر الشمس كمان منعكاس ضو الشمس هيك على المكان كأن كتير رائع هون بلعب الأطفال للكرة شوفوا منظر الشمس الأشجار الموجودة هناك كانت يعني مناظرها كتير حلوة طبعا أشجار قديمة قديمة جدا وضخمة كتير حلوة وهون صلى نهاية الفيديو إن شاء الله يا رب أن يكون هنا على أعجابكم وعجبكم الفيديو اللي عملتوا لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس تعليق حلو منكم تشجيع إلي إن شاء الله الأيام القادمة ترقبوا لي فيديوهات جديدة بإذن الله أعطيكم العافية وشكرا لكم اشتركوا في القناة